طبعا يا جماعة احنا مازال عندنا اسماء كتيرة جدا جدا وماتيريال واهداف ولقطات لكن خلينا نروح لهاني رمزي لانه برضو المدافعين قليلين شوية الكملوا في الاحتراف يعني سامير كامونة كان هايله ماكملش محمد عمارة كان هايله ماكملش ياسر ردوان كان هايله ماكملش ابو الدهب كان هايله ماكملش لكن طبقى تجربة هاني رمزي تجربة فريدة من نوعها الرجل اعتزل في الخارج يعني حتى مجد عبغاني رجع لعب معولين ومريخ بورسعيدي شوية مجد طلب اللعب اهلي واسماعيلي شوية معظمهم حسام طبعا وابراهيم وغيرهم لكن هاني رمزي هي التجربة الوحيدة احترف واعتزل في الخارج هي النقطة كمان الفارقة في مشوار كابتن هاني رمزي انه بعد كاس العلم جاله صاص عامتون الانجليزي عن طريق دوميني كروشيتو برضو راح اه اختبروه كان معاها الان شيرر لسه صغير في الفريق اه وكان الان شيرر بيجري يتصور مع كابتن هاني رمزي العيب لعب كاس عالم يا سبحان الله والان شيرر لسه طالع فبيجري العيب لعب كاس عالم معانا يعني اه واتمرم معهم اسبوع قالوا تمام عرضوا 800 الف استرليني النادي الاهلي رفض كان الراحل عبدالصالح الوحش رئيس النادي الان عايز مليون دولار اه عشان عايز ابني لصالة المغطاة اه صح فرفض الحقيقة بعدها جي العرض بتاع نيوشوتيل عن طريق مستر كامل ابو علي عرض نيوشوتيل كان الانقاذ بقى الكابتن هاني رمزي لانه راح نيوشوتيل كان العرض تقريباً 300 الف دولار